اهلا بطلبة الصف الخامس الابتدائي درس اليوم درس نحو معدنا مع شرح درس علامات اعراب جمع المؤنس السلم درس النهاردة درس سهل جدا قبل ما نتكلم على علامات الاعراب هنعرف ايه هو جمع المؤنس السلم جمع المؤنس السلم هو ما دل على اكثر من اثنتين بزيارة الف وتاء على مفرده يعني اي حاجة دلت على اكثر من اثنتين وزودناه على المفرد او اضفنا الى المفرد الف وتاء يكون ده جمع مؤنس سلم مثل عاملة اصبحت عاملات مهندسة مهندسين طيب تعالوا مع بعض نشوف كده جمع لبعض الكلمات زي كلمة معلمة دجاجة صادقة كل الكلمات دي مؤنسة تعالوا نشوف الجمع بتاحها الجمع بتاحها هيقول لي جمع معلمة معلمات جمع دجاجة دجاجات جمع صادقة صادقة القاعدة بتقول او بنقول انتبه جدا 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 ان هناك بعض الكلمات المخادعة التي تنتهي بألف وتاء ولكنها ليست بجمع المؤنسة السلم ايه ده ازاي بصي كده معايا الكلمات دي اموات ها دي جمع مؤنسة سلم لا تعالوا نجيب المفرد تعالوا نتأكد مفرد اموات ميت طيب ايه يبقى ده جمع تكسير اه يبقى الكلمات المخادعة التي تنتهي بألف وتاء ليست بجمع مؤنسة سلم يازم انا لما شوف جمع المؤنسة السلم أروح أجيب المفرد بتاعه تمام؟ عندي كلمة تانية يسمع نبات دي كلمة مفرد أسيسا وليس تجمع لكنها تنتهي بألف وتاء شوفوا الخدع الصون تبين فين؟ طيب وعندي كلمة صوبات تمام؟ آه كل الكلمات دي تنتهي بألف وتاء ولكنها ليست جمع مؤنس سلم طيب إحنا بنتأكد إزاي من جمع المؤنس السلم بنرجع إلى المفرد لازم يكون المفرد مضاف إليه ألف وتاء طيب نروح بقى لدرسنا النهاردة اللي هو علامات إعراب جمع المؤنس السلم إيه العلامات دي؟ البص إذا كانت أو في حالة الرفع يرفع بالضمة صحلة وبسيطة وتعودنا عليها مع المفرد وجمع التكسير في حالة جمع المؤنس السلم أيضا يرفع بالضمة طيب في حالة النصب والجر ينصب والجر بالكسرة دي جديدة علينا دي حاجة مميزة بجمع المؤنس السلم إن هو ينصب ويجر بالكسرة تعالوا كده نشوف مع بعض شوية جمل إعراب الطبيبات ورحيماته كلمة الطبيبات اسم وقع في أول الجملة إذن يعرب مبتدأ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه وقلنا نقف عند علامة رفعه دي ونرجع للكلمة نقول لها يا كلمة أنت إيه؟ أنت إيه نوالك؟ أنا جمع مؤنس سلم إذن مرفوع وعلامة رفعه وتضم لأنه جمع مؤنس سلم طيب رحيمات رحيمات ده خبر لأنه بيتم من معنى المبتدأ خبر ميرو؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه وقف كده عند علامة الرفع وروح للكلمة وقول لها يا رحيمات أنت نوعك إيه؟ جمع مؤنس سلم إذا مترفعه بإيه؟ بتضم يبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ تضم لأنه جمع مؤنس سلم المثال الثاني فازت اللاعبات بالمباراة اللاعبات فازت فازت فعل مواضي اللاعبات فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه قلنا بنعمل إيه عند علامة الرفع؟ بنروح نتأكد من الكلمة يا كلمة يا لاعبات أنت إيه؟ أنا جمع مؤنس سلم تمام جمع مؤنس سلم بيرفع بالإيه؟ بيرفع بالضم يبقى اللاعبات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه جمع مؤنس سلم بعد كده عندي قرأته مجلات مفيدة تنشوف قرأته قرأة فعل ماضي التأتاء الفاعل مجلات مفعول به تمام مفعول به ايه مفعول به منصوب وعلامة نصبه اقف عند علامة النصب انت محتاج السنة دي تقف كتير ها مجلات دي ايه جمع مؤنس سالم جمع مؤنس سالم بينصب بالايه بينصب بالمميز بتاعه القصرة دي حاجة هو مميز فيها طيب تمام يبقى كلمة مجلات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لانه جمع مؤنس سالم دعالوا نشوف المثال البعض الصدق من الصفات الجميلة الصفات قبلها من حرف جر الصفات اسمه جرور وعلامة جره اقف 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 عند علامة الجر ارجع كده للكلمة الصفات هي صفات انت ايه انا جمع مؤنس سالم ايه جمع مؤنس سالم بينصب ايه بينصب بالحاجة المميزة القسرة يبقى الصفات اسمه جرور وعلامة جره الكسرة لانه جمع مؤنس سالم تعالوا ناخد مع بعض تدريب صغير كده وحاول ان انت تعرب قبل مني يلا تشجع المعلمات التلميذات على الابتكارات التي يقمنا بها فهن امهات المستقبل تعالوا نشوف المعلمات تشجع فعل المعلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه اقف ارجع للمعلمات تقول له يا معلمات انت ايه انا جمع مؤنس سالم يبقى يرفع بالضم المعلمات جمع فاعل مرفوع وعلامة رفعه بالضم لانه جمع مؤنس سالم التلميذات تشجع المعلمات مين التلميذات التلميذات مفعول به منصوب وعلامة نصبه ايوا ايه اه ارجع للكلمة جمع مؤنس سالم تبقى علامة نصبه الكسرة والتلميذات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لانه جمع مؤنس سالم على الابتكارات الابتكارات اسم وقرور بعد على وعلامة جره الكسرة ليه لانه جمع مؤنس سالم اخر حاجة فهن امهات احنا قلنا اي ضمير او اي اسم اشعره بيجي في بداية الجملة بيتبر في محل رفع مبتدأ تمام لوراه امهات خبر مرفوع وعليم ترفعه الضمة لانه جمع مؤنس سالم اذا جمع المؤنس السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة تمام الدرس سهل وبسيط محتاج شوية تمرين محتاج ان انت تعرف العلامة المميزة الجديدة لاندين بيونصب ويجر بالكسرة